زبادي وبزور الكتان من أسرع الوصفات اللي هتشوفيها في حياتك لشد الوجه وتفتيح البشرة وبياض دائم كمان متشد الهالات السودا وبتشيل البوع الداكنة وحروق الشمس وبتشد الوجه من الأعماظ من الحاجات الفعالة جدا كمان لو انت عندك رؤوس سوداء وعندك سواية حوالين الفم وعندك تجعيد تحت عناكي من الحاجات الفعالة جدا في تغذية البشرة وفي شد التجعيد وصفة سهلة وبسيطة هتعمليها وهتستخدميها ومن أول استخدامها شوفيني منها نتائج هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة جايبالك من أسهل وأسرع الطرق اللي هتشوفيها في حياتك لشد الوجه تفتيح البشرة ازالة التجعيد ازالة الهالات السودا بتنظف البشرة من جوه منبرة قوي كمان بتديكي نظارة حلوة جدا لبشرتك قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الأحمر وتفع علي جار شاني وص جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر بصوا حباي بقلبي انا دلوقتي هعمل معاكم خطوة مهمة جدا جدا في الوصفة بتاعتي وهي ان احنا هناخد المكون الاساسي معايا في الوصفة وهو من الحاجات الفعالة قوي قوي في تفتيح البشرة بتدي للبشرة نظارة بيغز البشرة جدا انا هياخد معلقة كبيرة من بزور الكتان وهبدأ ان انا احطها في الطبق بتاعي بالشكل ده وهضيف عليها نصف كوباية من المياه نصف كوباية شبه من المياه زي ده كده هناخد نصف الكوباية فقط من المياه وهنقلبهم كده مع بعض وهتبدأ ان انت ترفعيها على النار هتغلي اه لمدة دقيقتين على النار وبعد كده هنبدأ نقفل النهار اهم حاجة ان انت ما تخليش المياه بتاعتها اه تنشف خالص يعني تنزل كل الجل اللي فيها فيفضل عشان احنا مش حاطين مياه كتير خليها على نار هادية بصوا حباي بقلبي هي ماكملتش دقيقتين او دقيقة او نصف وبعدين خلاص كده هي نزلت كل الفوائد اللي فيها بس احنا مش هنشتغل عليها دلوقتي الا لما تبرد تماما وتقعد حوالي مثلا عشر دقيق كده او ربع ساعة منقوعين مع بعض لحد ما تبقى دافية او تبرد معيها تمام؟ بعد كده هنبدأ ان احنا ندخل بقى في خطوتنا التانية وهنبدأ ناخد برضو معلقة كبيرة من بزور الكتين يبقى احنا بنستخدم معلقتين لان احنا هنعمل طريقتين مش طريقة واحدة الطريقة الاولانية في ان احنا هنبدأ ننقع الجل ده لمدة عشر دقايق او خمساشر دقايق كده على جنب وهتبدأي تغذي معلقة من بزور الكتين وانا المرة دي عايزيها مطحونة طحن ناعم في اما تطحنيها في المطحنة يا اما تشتريها مطحونة من عند العطار في عطارين بيبيعوا بزور الكتين مطحون ممكن تسألي فيه عند العطار هبدأ اطحنها وهارجع لكو ده بعد ما تحنى بزور الكتين الداني زي ما انت شايفة كده بزور كتين مطحون تماما هبدأ ان انا بقى حبيب قلبي اضيف عليه نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من النشا او الكورنفلور وهبدأ اقلبها كويس على فكرة الوصفة دي مناسبة لجميع البشرات حتى البشرات الحساسة بتقدر تستفاد بالوصفة دي من غير اي اثار جانبية تماما هنبدأ نقلب كويس جدا النشا مع بزور الكتين المطحون بعد كده معايا هنا حبيب قلبي الزبادي او الياغورد انا عايزة من الزبادي معلقة كبيرة خالص من الزبادي او الياغورد ويفضل يكون زبادي كامل الدسم هنبدأ نقلب او نعجل الزبادي مع بزور الكتين بالشكل ده هقولك برضو لو انت عمد كمية كبيرة من المكونات او فاض من الكمية وانت بتستخدم الوصفة وتقدري تحتفز بها ازاي علشان تقعد معاك فترة طويلة هنبدأ نقلبهم لحد ما يدوني قوام كريمي بالشكل ده النشا مع بزور الكتين وكمان مع الزبادي هتبدأ تضيف عليهم عصير ليمونة وانا هاخد من عصير الليمون مع لقة صغيرة وممكن تحطي عصير برتقون ولو انت من الناس اللي بتتحسس من الليمون هتستغني عن الليمون وهتبدأ ان انت تستبدليه بكشور الليمون وهنبدأ نقلبهم كويس جدا او ممكن تخدي كمان حباية من فيتامين سي وتكسريها او تكون كابسولة وتفضيها وتحطيها بدال الليمون وهنقلبهم كويس وهيديني القوام الكريمي ده اخر حاجة بقى حبايب قلبي هنحطها وهو الخميرة الخميرة الجفة او خميرة الخبز مش خميرة الحلويات عشان ما نطلق بطش والخميرة هنا من الحاجات الفعالة قوي في شد التجاعد وتفتيح البشرة هو في تغذيتها وهنقلبهم شايفين خلطة بجد تحفة اول ما هتحطيها على بشرتك هتلاقي منها نتيج رهيبة هنبدأ نقلبهم الكريم الاولاني بتاعي بقى جاهزة هون هنبدأ بقى نشتغل على الوصفة التانية عشان هقول لكم الاتنين هتستخدميهم ازاي لان الاتنين مش هتقدار تستغني عن واحدة فيهم هنبدأ بقى نجيب الجيل وهو خلاص هو نازل لتحت كده مش لازم مصفة ولا حاجة اهو خدناه وصفناه وخلاص البزور دي احنا مش محتاجنا احنا خدنا جيل بتاع بزور الكتان وهنبدأ نعمل عليه الطريقة بتاعتي ودي سهلة وبسيطة هتبدأ يا حبيبة قلبي بقى تجيبي الجيل بتاعك بتاع بزور الكتان وهنبدأ نحط عليه مكون واحد والمكون ده هيعزز الكولاجين جدا وهيشد عندك التجعيد كمان من الحاجات الفعالة قوي قوي لو انت من البشرات الحساسة او البشرات اللي دايما بيحصل لها مجهود وبيحصل فيها تعب كده وارهوك فهتدي نظرة حلوة اول بشرتك هنبدأ ندود معلقة من العسل الابيض على جل بزور الكتان ده بس اللي انا محتاجة منك في الوصفة دي دي بقى معلقة العسل الابيض دي لما بتتحط على جل بزور الكتان عايز اقولك كمية فوايد لبشرتك فضيعة حاجة كده في منتهى الجمال وحاجة كده في منتهى الروعة هتديكي نعومة وهتديكي تفتيح وهتديكي نضارة وهتديكي شد للتجعيد اهم حاجة هنا مرحلة التقليب مهمة جدا ان احنا نحاول ندود معلقة العسل الابيض على جل بزور الكتان هيبقى معانا السيروم الروهيب ده اللي هو فيه كمية فوايد فضيعة لبشرتك دلوقتي بقى حبيب قلبي السيروم ده ممكن تحطيه عندك فيه علبة في زجاجة وبيستخدم وبيتساف في التلاجة وهقولك هتستخدميه ازاي ومدته قد ايه الكريم ده هتبدأ ان انت على بشرة نضيفة وهتبدأ ان انت توزعيه بالشكل ده وهتدهنيه بحرقات دائرية تعود تدلكي الاول عشان مرحلة التدليك حلوة جدا جدا على البشرة هتدلكي كويس جدا جدا بشرتك بالشكل ده وهتحطيه تحت العينين بامان تام بتحطيه في اي جوز في وشك بامان تام ملوش اي اثار جانبية بنات مناسب لجميع البشرة هتبدأي تدلكي ببشرتك بالشكل ده وهتسيبيه ما يقلش عن 30 دقيقة كاملة 30 دقيقة كاملة هتبدأ ان انت تدهنيه وهتسيبيه 30 دقيقة كاملة وبعد كده هتخسيري بشرتك بالنسبة للكريم ده ده بيستخدم مرة كل اسبوع كل اسبوع هتستخدميه مرة واحدة بس تفرجي على كمية النضارة و كمية التغذية اللي انت تحصي عليها في المسك ده مسك فضيع بالنسبة بقى حبايب قلبي للسيروم ده نصيحة مني ليكي ده مش هتقدري تستغني عنه سيروم غاية في الجمال والروع حية كده بجد تحفة هتبدأي تاخدي السيروم بتاعك ده وهتبدأي تنيليه عندك في زجاجة وانا عايزكي تدلكي ببشرتك يوميا قبل ما تناني هتستخدميه بشكل يومي لمدة سبعة ايام كاملة واتفرجي لو عندك تجعيد عندك سواد تحت عناكي بشرتك مش ناضرة بشرتك فيها اسفرار فيها غمقان حاجة كده في منتهي الجمال وهتدعيلي دعوة خير والله حلوة قوي يارب اكون قدرت اقفتكم اشوفكم على خير حباب قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته